جوالات مراطونية للمرشحين الرئاسيات الولايات المتحدة مع بداية العد التنازلي ليوم الاختراع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية كثف حملة الانتخابية خلال الأيام الأخيرة بل إجراء العديد من التجمعات بالولايات المتأرجحة محاولا بذلك تضييق الفارق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وبحسب استطلاعات الرأي يتقدم بايدن على ترامب في عدد من الولايات منها فلوريدا وجورجيا وابنسلفانيا وميشيغان وكارولينا الشمالية نتائج استطلاعات الرائهاته تأتي رغم تحركات دونالد ترامب وطيرة سريعة بين الولايات فيما يلتزم منافسه استراتيجية مختلفة بشكل جذري حملة المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا جو بايدن قد أعلنت في مرحلتها الأخيرة المشاركة الأولى للرئيس السابق باراك أوباما دعما لنائبه السابق عبر تجمع انتخابي على طريقة درايفين بفلادلفيا التي تعد خزانا انتخابيا هاما بولاية بنسلفانيا الولايات الحاسمة للفوز بالرئاسة الأمريكية من جانب آخر أظهرت تقارير أن حملة المرشح الديمقراطي بايدن دخلت المرحلة الأخيرة من السباق بتنفوق مالي كبير على حملة الرئيس ترامب وأصبحت بذلك إعلانات بايدن السياسية أكثر انتشارا على شاشات القنوات الأمريكية هذا ولا يضمن التفوق المالي في الحملة الانتخابية الفوز فقد سبق لترامب الفوز عام 2016 رغم أن منافسته الديمقراطية هلال كلينتون تجاوزته في الانفاق ترجمة نانسي قنقر